نهاردة في الدوري كان ثلاث مباريات منهم هدف فيه هدف سجل هدف عكسي وهدف من ضرب الجزاء فيش هدف ملعوبة نهاردة تقريبا المباراة المباراة الأولى كانت مباراة بلدية المحلة والداخلية طبعا بلدية المحلة كانت نهاردة كل أملها في ثلاث نقاط مهمة وبالأخص يعني أن فرقة زي الداخلية فقدت الأمل تقريبا في جدول الدوري لأن كل الفرقة المنافسة اللي معها اللي بتلعب معها خسرت قدامها عندهم مشكلة كبيرة جدا فرقة في مرسل الدوري لعبت 23 مباراة سجلت سبع أهداف ده رقم قليل جدا جايبين لعيب أفريقيا اسمه يوسف تونجي الراجل بيروح بفرص طبعا ما الأعداد يقدر يجيب لنا الفرص دي سهلة جدا وده من النقط اللي بتوقفنا هنا هو أنا كل واحد أصمر طويل قوي عنده عضلات وبيجري شوية سرعة يعني بص الكرة دي بتاعة يوسف تونجي أنت هنا بتفكر في إيه ده في الديئة ستة أنت ممكن تفتح المباراة ارجع تاني ارجع تاني بيه بص هنا خطأ من الراجل في نص الملعب لنادي البلدية حط وش رجلك على طول في المرمى زي ما تيجي تيجي دي كرة هدف أنت بتفكر في إيه في الكرة دي أنا مش فهمه فطبعا ده بيديك المدلول للبلدية الداخلية عندها سبع أهداف بس بطول المرسل ممكن نعيد ضربة جزائي تاني لعب على شها الضربة جزائي أنا حاس الحرس مش رامي تحرس يعني مش فارد إيده كويس لا هو اترامى من مكانه وترامى الجنب الفوق لازم تبقى لتحت أكتر ولازم أحط رجلي يمين أنا واخد القرار خلاص أن أنا هنزل يمين بص ما ينفعش رجلي يمين من السبات في المكان لازم أخدها قدامي واحدة ويبقى جسم الأكتر للتحت عشان معاك إيدك الشمال اللي هي الإيدة العكسية بالنسبة لك لو الكرة عالية تقدر تحط إيدك فيها إنما اللي فوق دي هتحط إيدك فيها بص انت بترمي فوق بص دي فوق فين وكرة على الأرض خلاص إزاي طب انت هتوصل للكرة بأنهي شكل طبعا دي خبرات يعني محمد مجد من الرجوان الكويسة ودي خبرات يعني بيكتسبها يوم وراء الآخر إنما هو من الحراسي اللي عملت موسم مع نادي الداخلية بشكل كويس جدا الحاجة الثانية في اللقطة رقم 9 ده اللي اسم حسام أشرب لعب نادي الزمالك والمعارب البلدية ده هدف الدوري لازم نادي الزمالك ياخد باله انت بتتكلم النهاردة في هدف الدوري بيلعب في نادي بيصارع على الهبوط عنده 22 نقطة وهو لهدف الدوري فتعرف إن ده كده هدف من العيار السقيل ده زم نادي الزمالك ياخد حساباته بشكل كبير جدا في قصة حسام أشرب طبعا في الآخر الثلاث نقاط النهاردة الدور تحية كبيرة لنادي البلدية لأنه تساوى في عدد النقاط مع نادي البنك الأهلي دي طبعا فرصة من الفرص الضائعة للنادي الداخلية ودي فرصة تانية هي التيوسف تونجي هنا معرفش برضو بالراجب يفكر في ايه هنا بص تفرق على دي يعني استلم ازاي بالكعب ورايح يعني الأفارقة لازم يبقى لهم معايير تانية خالص وإحنا بنتعاقد مع اللعيب الأفريقي في الدور المصري لازم يكون لهم يا كريم معايير تانية خالص لازم يكون لعيب دولي لعيب عدد ماتشاط معينة لعيب أساسي في منتخب بلاده لازم تعمل معايير عشان أعرف تعاقد مع اللعيب الأفريقي مش شرط إننا كل واحد بيلعب في أكاديمية برا ولا بيلعب في نادي برا وبيحمل السرعة والقوة فيبقى ده بالنسبة لي اللعيب جيد لا أنت بتدفع هنا اللعيب الأفريقي بتدفع وتتعامل معايير بالدولار فده بالعملة الصعبة لازم اختياراتي لي في الأندية تكون على قدر القيمة اللي أنا بتفحها في اللعيب الأفريقي عظيم جدا